واشنطن بوست في مقالة جديدة تقول تونس تنزلق نحو الدكتاتورية وحان الوقت لكي تقوم الولايات المتحدة بالتحرك هذا هو المقالة نشرة اول امس بصحيفة الواشنطن بوست وخلص المقالة الى مقالة ان الكلام لم يعد يجدي مع سعيده على امريكا تبني الخيار الاقصى الحمد لله ليه معنا كيف يقول توا معنا احبوا يعملوا حسبة اخرى في بالهم سعيد ينجم يحقلهم حاجة معناها او ينجم يحل مشاكل البلاد لكن هذا مش ممكن معناه يعني انا لا اثق في المواقف لا الامريكية ولا الاوروبية الحلول تكون وطنية بكل بساطة هؤلاء ان ساندوا الحق فيا مرحبا ولكن مساندتهم لن تكون هي الفاعلة لن تكون هي شرط تحقيق الهدف هذا لا سبيل اليه لا تقول لي منظمات دولية ولا غيره في الدنيا هذه اخي بش نوله قضية نحن معناها اكثر حق من قضية مصر وما حدث في مصر عن طريق السيسي هم تعاملوا معه بل هم الذين نظموا الانقلاب وما تقول ليش تغيير رئيس وما تغيير رئيس في امريكا او في اوروبا او غيرها لان هناك سياس دول وهناك مراكز دراسات هي التي تحدد الخيارات والمكتب البيضاوي معناه يناقش كل الخيارات مساندة المجرمين الحرب في بلدانهم او مساندة ديمقراطية وتحكم ما يحكم هو المصالح ولكن من جهة اخرى ما يحدث اليوم في تونس من اوضاع تدفع اليها سياسة قيس سعيد يجعلوا حتى هؤلاء الباحثين عن مصالحهم يعني لانه الشيء كما يقولوا احنا بالتونسي شيء نطق لحجر يعني اللي تفرجوا فيه رو سريالية رو مسارش في العالم يعني حاجات غير معقولة هذك عليش هما نطقوا في الاخر لانه حتى اربما تنعوا في شيء او في القليل حتى هذا لم يضمنوا وبالتالي هذا الموقف يمكن هو موقف مساندة فعلا اما السؤال الان كما ذكرت انتي شو معناها الخيار الاقصى فالاقصى هو منع الاعانات انا كنت نتمنى الانقيلات سيكون متضرر الشعب مباشر على المقر الشعب يخويت حمى سوليد لا احد يتكلموا باسم الشعب الشعب سينتفضت هن نهارة اللي تكبس عليه الوضعية سينتفضوا ويرد الفعل انتفاضه مش سيكون سياسي وبالعكس الانتفاض المرة هذه سيكون خطير جدا لانه في المرة الفارتة كان الاعداء مجموعين في دائرة قليلة حول ابن علي الان اصبحت الدائرة اوسع واصبح هناك انقسام مجتمعي افقي وعمودي وافقي وبالتالي هذا الانشطار يهدد بمواجهات وبعبثية يعني لا مثيل لها كنا نتمنى انه حتى كبش يقع تغيير سمحني يقع بفعل برامج احزاب اتفاق احزاب وغيرها لكن تبين ان الانانيات السياسية والخاصة الانانيات الاديولوجية هي اولى في نظر ما يسمى بمثقفين للاسف فالغرب للاسف فالغرب